محمد صلاح ألهم شباب كتير قوي وخلى عندهم أمل يبقوا زيه خلاهم يحسوا أن الحلم مش بعيد ومش صعب أنه يتحقق ولكن محمد صلاح ما بقاش محمد صلاح بين يوم وليلة ده اشتغل على نفسه كتير قوي والحد دلوقتي لسه طبعا بيشتغل على نفسه عشان يقدر يحافظ على المكانة اللي هو فيها إحنا النهاردة معنا ديف حيساعدك لو أنت رياضي أنك تمشي على نفس الخطوات محمد صلاح وخصوصا أنه بيقدم فيديوز مهمة جدا ولي عدد كبير جدا من المتابعين على السوشل ميديا واللي مهتمين جدا بتخصصه واللي هو سبورت مانتل كوتش أو أخصائي التأهيل النفسي الرياضي منوارنا النهاردة في الستوديو هايسم غيطة واللي هنعرف منه أكتر عن السبورت مانتل كوتش ازايك هايسم؟ تمام الحمد لله عامل ايه؟ كله تمام عندي أسئلة كثيرة جدا لك النهاردة خصوصا أنا أم ومنهارة من الموضوع بتاع الرياضة بس في البداية حابة أن أنا أعرف إيه هي قصتك مع السوشل ميديا طيب بصيها وأول قصة طبعا أنت هتلاقيني منتشر شوية على الإنستجرام أكتر ودي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة أنا ما كنتش عرف حاجة عن الإنستجرام قوي بس أول ما بدأت أدخل في مجال الرياضة اكتشفت إن الإنستجرام ده عالم كبير قوي موجود في كل الرياضيين الواحد كان زمان بقى بحكم مفهومه عن السوشل ميديا الفيسبوك هو اللي كان موجود أكتر من الموقف اللي قابلتني زمان وأنا لعيب رياضي عمتا حسيت إنه فيه واحد محتاج يبقى فعلا بيدي نصائح حقيقية للناس بيكلمهم في موضوع الرياضة موجود معاهم وأفليبل بشكل كبير في أي وقت يقدر يستقبل رسائلهم أي حاجة بتحصل عمتا مع الرياضييني هل هم أول بول عشان يعني يحسوا إنهم مش لوحدهم لأن الواحد كان على طول بيقتنع إن الكلام ده اللي بيحصل ما دعا بيحصلش مع حد تاني فكانت هنا فكرة السوشال ميديا أن أنا أعمل أكاونت ما بيجبرش بسرعة كبيرة ما كانش ده التارجد بتاعي خالص على قد ما أنا بإنجيج مع كل الرياضيين وقدر أوصل لكل الرياضيين على قد ما أدر بتبعت لهم يعني ميسجز؟ بيبعت لهم بيبعتولي بيردوا على الفيديوز يعني بتواصل بشكل أو باخر بنزل جيمز بنزل منتل جيمز فيها تفكير في بيتواصلوا معي في حل الحاجات نفسها يعني بحاول أبقى في إنجيج منتعالي مع الرياضيين بصفة عامة لأن أنا مقتنع أن الرياضيين في وقت كبير قوي لا هم محتاجين ممكن محتاجين مكلمة صغيرة ممكن محتاجين فويس نوت بسي يقولوا كده اللي جواهم وحد يديهم تيبس بسيطة جدا بتحللهم مشاكل كتيرة يعني طيب خلينا نبتدي بموضوع سبورتس منتل كوتش أنا متأكدة طبعا أن مشاهدين كتير قوي من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن ما يكونوش فاهمين هي إيه شغلتك يعني إيه سبورت منتل كوتش طيب خليني أفاجئك كده مبدايا عشان أنا كنت زايك برضو مش عارف إيه اللي سبورتس منتل كوتش ده وأنا بلعب كرة من زمان ما كنت شافها الموضوع ده بس لما بدعت أدرسه فوجئة أن المجال ده موجود من 1892 ده من زمان جدا جدا يعني سبورة مش هنا خالص بقى هو ممكن يكون انتشر بقوة آخر سنتين ثلاثة انتشر بقوة جدا وبدأت اللعيبة تسمع عنه وبدأت اللعيبة تعرفه هو سيمبلي هو بيعمل إيه هو حد بيبقى مع اللعيب اللعيب بيتمرن كويس قوي تكنيكل بقى بيشتغل على نفسه فيزيكلي كويس جدا وبقى فيه مدربين كويسين جدا دلوقتي بيجهزوا اللعيب بدني بس هو بيخش جوه المطش أو البطولة يلاقي ان فيه حاجة عطلت البرفورمانس بتاعه وعطلت أداءه ومطلعش الأداء بتاعه طب فين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا خلينا نقول ان هي منتلي أو نفسية ليه عشان حصل حاجة بره الوضع الطبيعي وبره شكل التدريب بتاعه الطبيعي والحاجات دي ممكن تبقى بسيطة جدا وسيمبل جدا أثرت على الأداء فأي حاجة بتأثر على الأداء طالما هي مش جزء فيزيكلي ومش جزء تمرين هي غالبا بشكل كبير بتبقى منتل فالسبورتس منتل كوتشي بيبقى دوره ان هو يساعد الرياضي في ان هو يوصل لأحسن أداء عنده وممكن تكون حاجة أصلا ملاش علاقة بالكورة حاجة مثلا في البيت أو حاجة شخصية أو كده؟ كتير جدا بيبقى في حاجات كده يعني ممكن تبقى حاجة شخصية ممكن تبقى أخناقة ممكن تبقى مشكلة مع مدرب ممكن تبقى حاجة هي مش في اللعبة نفسها بتأثر بشكل كبير أه اللعب محتاج إيه اللعب محتاج يفهم أصلا الأول هو إيه اللي بيحصل معاه وإيه اللي حصل ده وأدى الكلام ده لإيه وعايز أقولك المفاجأة أن هو في ثواني وفي دقائق وليلة جدا ممكن تلاقي دماغه لو تزبطت الأداء تحول تماما راح في حتة تانية خالص طبعا صح طيب انت بقى إزاي بقيت كوتش للتأهيل النفسي للرياضيين طيب بالنسبة لنا أنا خدت تراك معين هو فيه أكتر من تراك ممكن تخش منه في الحتة دي ممكن تخش من فيه ناس بتخش من اتجاه الكلية تربية رياضية وبيقوموا متخصصين فعلا من نفس رياضي أي يعني دي حاجة موجودة بنتدرسها هنا بتتدرس هنا بس كل شكل خرجين بيبقى لي شكل شوية مختلف عن التاني في طبيعة الشغل فدي ناحية ممكن حد يبقى أصلا هو تخصص علم نفس عمتا دكتور علم نفس أو حاجة تخصصه البرتل السايكولوجي وبعدين يبقى عنده خلفية عن الرياضة فيبدأ إدرس البرتل الرياضي أكتر ده برضو اتجاه تاني الاتجاه التالت اللي أنا مشيت فيه بحكم أن أنا أصلا كنت مهندس وعملت شفت كرير خالص فهو أنك تبدأ تدرس الكوتشينج بصفة عامة فكرة الكوتشينج واللايف كوتشينج ده اتجاه وبعدين تبدأ تدرس البرتل السبورتس وده يعني غالبا بيتدرس من بره بيبقى يعني أقوى وأوقع بحكم أنه هو فيه طبعا إكسبيدينس وخبرات بره والحتتين المشهورين في القصة دي أمريكا وإنجلترا طيب أنا دلوقتي لو واحدة رياضية إمت بروح أطلب منك مساعدة هل دي حاجة أنت المفروض تكون بتعملها السنة كلها معي ولا بيحصل لما بحس أن مثلا أدائي أو البرفورمانس بتاعي ألف الملعب فبروح لك وبقول لك أعمل إياه وأتصرف إزاي وبالجأ لك طيب اللعيب بيجي يشتغل على حسب هو عايز إيه بس أنا فيه لعيبة معي أشغالة بقالها أول مستلات سنين إحنا بنقابل مواقف وبنعدي مواقف وبنحل حاجات وبيقابلنا حاجات تانية المنتل كوتش إن هو يبقى مع اللعيب الفترة الجاية عموما لا هو كل لعيب لو بقى معه منتل كوتش يفرق في حياته بشكل كبير قوي طول الوقت؟ لو طول الوقت هيفرق معك جدا 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 ده بصفة عامة ده مش عشان يعني مش عشان ترويج للفيل بس هو فعلا فعلا بيفرق مع اللعيبة وممكن نرجع للعيبة هما نفسهم في كلامهم في الموضوع ده اللعيب أصلا بيجي ليه اللعيب أجاي متخيل أن هو يحل مشكلة معينة لاتسي بتوتر قبل المطشاط بتوتر قبل البطولات فهو بيجي على أسنوه يحل حاجة واحدة بس أو حاجة صغيرة وبعدين بيلاقي أن هو لقى حاجات كتير جدا أنت بتساعده فيها مختلفة فبيبدأ يقول لا هي جيرني فعلا ده المسمى حتى اللي أنا بحب أسميه مع المنت الكوتش فبيبدأ يكمل فيها فيه لعيبة على فكرة جات لي بتقولي احنا تمام قوي احنا زي الفل بس احنا عايزين نتطور الأداء بالضبط نطور أداءنا نطور تركزنا نطور حاجات كتيرة ولما بنخش بنطور وساعات بنبدأ نلاقي مشاكل كل ما اللعيب عالي في المستوى كل ما بقت التحديات والشالنجز عنده أعلى فبقى عايز يبقى أحسن وحسن بيبقى عايز أحسن فبتقابلوا مشاكل أكتر فبيحاول يدور على حد يساعدوا فيها فبيبقى أنسب حد لسبورس منت الكوتش هل فيه ألعاب أو رياضات معينة بتحس أن هي بيطلب فيها الكوتش بتاع التأهيل النفسي أكتر من ألعاب تانية؟ آه الصراحة ده موجود اللعبة كل ما كان فيها خصم قدامك كل ما كان فيه أوبوننت بصفة عامة بس هو دائما هيبقى فيه خصم؟ لا يا فيه مثلا اللعبة خلينا نقول أن الألعاب الرقمية أنت بتجري في زباء ده ما يعتبرش خصم هو زباء بس أنت فعليا عايزة تجري توصلي للمكان بتاعك فيه ناس بتشتغل على كده طبعا فيه فيه بس بيبقى أنت ودماغك ونفسك أكتر السباحة أنت نازل في الليم بتاعتك خلاص أنت بتقوم فأنت برضو ودماغك مع نفسك أكتر لو عملت أرقام كويسة أنت غالبا هتكسب فالألعاب دي بتبقى أقل شوية إنما الألعاب اللي بقى فيها خصم أو الألعاب الجماعية لأنه برضو بيقابلهم فيها مشاكل كتيرة شوية بالذات البسكت والهاندبول دول من أكتر الألعاب اللي بتشتغل منتلي لأنهما بيتقيموا فردي في وسط لعبة جماعية تقدري تقولي هو كويس ولا وحش في وسط مجموعة وممكن يقدي كويس جداً والفريق يخسر وممكن الفريق يكسب وهو مقدي وحش فهو عنده بيبقى تشالنجز كتير ده أنا عايز أقولك أن الألعاب الجماعية دي أنا بحس أن هي صعبة جداً أكتر من الألعاب الفردية الألعاب الجماعية أنت بحتاج تثبت نفسك أولاً جوه الفريق والفريق ده اللي هو فيه ناس كتيرة قوي مستعدة أنت هتقوم من على الدكة وتاخد مكانك وكمان لازم تثبت نفسك أكتر في الملعب ضد الخصمة اللي أنت بتلعب معي عشان تكسب فهي بتبقى فيه كومبيتشن طول الوقت وفيه حتة مهماً أنت مش متحكمة أصلاً فإن أنت موجودة في الملعب فيه مدرب ممكن ما يقتنعش بيكي ويقللك ساقتك في نفسك مع أن أنت كويسة جداً الألعاب الفردية أنا مع نفسي بلعب وبخش البطولات وأنا بثبت بس هنا بيبقى برضو التحدي بشكل معين والشالنجز اللي بتقابلهم بشكل وهنا بشكل فعشان كده فهم المنتل كوتش لللعبة الرياضية وده يمكن الحاجة اللي أنا أو يعني يعني حسنية فرقت معي أصلاً بالأول أن أنا بدأت أفهم كل لعبة والحمد لله دلوقتي ممكن أكون شغال مثلاً في 21 لعبة بحكم أن أنا يعني لازم أفهم تفصيلة اللعبة وتفصيلة اللعيب عشان أقدر أساعده فعلياً ما يبقاش الموضوع مجرد حاجات عامة جنرال لكل اللعيبة يعني طب إن احنا بقى نروح الجيم تفتكر ده محتاج تأهيل نفسي؟ بصي هو خلينا نقول مش تأهيل نفسي بس هو بيفرق من شخصية لشخصية أنا هروح الجيم في ناس بتروح الجيم ومعنداش أي مشاكل خالص وعندها كوميتمنت عالي جداً صح وبتقدر تلتزم وفي ناس لما بيقابلها حاجات برة في حياتها بتتأثر عليها وممكن ما تروحش تتمرن أو تتروح تتمرن زيادة وتعمل أوفرلود على نفسها ففي ناس ما بتعرفش تجيب الكوميتمنت ده والالتزام ده فبيبقى لازم يلاقي شوية حلول خلينا نقول هو ده النوع ده ما بيبقاش محتاج إن هو يبقى حد معه على طول على قد ما هو محتاج ممكن تبس ممكن نصايح سريعة نصايح سريعة تساعده شوية إن هو يلتزم أكتر هو يبقى فاهم بس مثلا نهايسا بيبقى ناس كتير جدا وأنا واحدة منهم طبعا تروح تشترك في الجيم وتنزلش تروحه ده أكيد محتاج تأهيل نفسي أنا ما عارفش أنا ليه ما بنزلش أروح عشان أنت ما عندكش الواي أنت ما عندكش أصلا أنت عايزة تروحي ليه وممكن الواي ما تبقاش بالقوة الكافية وممكن تكوني ما هيأتيش الجو المناسب وممكن تكوني مختارتيش المكان المناسب ممكن تكوني محتاجة بس واحدة صاحبتك تبقى مشتركة معي تيجي فالدنيا هتخلص ممكن تكوني اشتركتي في وقت حماس شوية وعامة أنا أتكلم مع اللعيبة على طول حتى لما لعيبة كتير قوي تخسر مطش مثلا وتيجي تقولي أنا هعتزل وأسيب اللعب يعني أنا بقول لهم على طول لا تاخد قرار وأنت متعاصل قوي ولا وأنت فرحان قوي لا هنا ولا هنا فساعات أنت بتاخدي قرار الجيم ده وتروحي تشتركي عشان أنت متضايقة من حاجة معينة أو عايزة تحسيني حاجة معينة وبعدين الحاجة دي تلاقيها اختفت شوية فالموضوع بيبقى محتاج أه شغلة أه محتاج شغلة بس خلينا نتفق برضو عشان تدفعي وتتعقدي مع منتال كوتش محتاجة يبقى عندك برضو ايه هدف أعلى شوية وحاجة من براه من الجيم شوية الناس بتاعة الكروسفت اللي هم عايزين يخشوا بطولات أقول لك أه دول ممكن بيجوا يشتغلوا أكتر شوية إنما الباقيين دول بيبقى زي ما بيقول لك ممكن ساشا مجمعا ندي نصايح عامة بتبقى حاجات بسيطة جدا يعني طب هايزة هم تفتكر أغرب مشكلة جتلك من اللعب كات إيه بدون طبعا ذكر أسمي أغرب مشكلة جتلي بصي هم كانوا مواقف مواقف كتير قوي جتلي ممكن يكون في مشاكل ما كانتش سهلة نلعيب مثلا عنده أصابة ما فيش دكات أنا عارف أتعالجه خالص لغاية ما يسيب اللعبة خالص ده مشكلة من المشاكل اللي قابلتني إن اللعيب يفاجأ إن هو اتحط في لستة منشطات وهو ما خادش أي حاجة خالص كان دواء كحة في أيام الكورونا مثلا إن اللعيب ييجي ده كان من المواقف برضو اللي كانت غريبة علي شوية إن اللعيب ييجي مرة جالي اللعيب بيقول لي مندهي جدا في الساشا وداخل بيقول لي في مدرب بره قال لي كلمة ده يتنياوي فقلت له إيه ده بس فيه إيه كده قال لي المدرب بيقول لي إن شاء الله البطولة جاية تجيب ميداليا فقلت له كويس قال لي بيقول لي ميداليا ده ما بيقوليش دهب ده بيقول لي ميداليا يا الميداليات التانية دي ميداليا فاللعيبة سعب بيبقوا بيجيو ليك في مواقف كده وما حطين ضغط كبير قوي لا بيبقى ضحط الضغط على نفسه إن هو مضحي كتير قوي وشايف إن هو لازم يوصل للحاجة دي في مشاكل ساعات بتقابلني يعني بيخش عليها وده بيبقى أول مستلعيبة البنات أكتر شوية بمشكلة كبيرة جدا في البيت أو حاجة related family issue كبيرة ومؤثرة على الأداء بتاعهم بشكل كبير يعني بصي الواحد قابل صراحة يعني بصي خلينا ناخد الخسارة الأول وهي بتبقى ساعات الخوف من الخسارة برضو بنعالجها بنفس الفكرة المبدئيا اللعيب لازم يوصل لفكرة إن أصلا فيش حاجة اسمها خسارة يعني هو في كل لقطة طالما هو مش هيعتزل و هيسيب اللعبة بتاعته ومفيش خسارة هو في مرحلة واتعلم منها هو في حاجة حصلت مش هنعرف نتعامل معيها ونحلها تاني المرة الجاية غير لما نبقى فعلا دخلنا في الموقف ده فبيبقى في أوقات كتيرة جدا الخسارة دي هي مفتحنا لأن إحنا ننجح بعد كده الفكرة دي طبعا متبقاش موجودة عند اللعيب فبتاخد وقت شوية لغاية ما يبلد الفكرة ويبدأ يتأكد منها ويبدأ يراجع موقف كتير الخوف من الخسارة بيبقى أكتر بيبقى وراء سبب أنت خايف من الخسارة ليه؟ أنت مشكلتك في إيه؟ هل في ضغوط خارجية من الأهل؟ وده صعب بيحصل كتير قوي أنا خايف عشان ممطي هتقولي عشان هتهزأ في البيت عشان ساعات مباش هم اللي ضغطين بس هم صرفين على أيا كتير هم تعبنين معايا أنا خايف عشان المدرب أنا خايف عشان مجهودي أنا خايف عشان أنا سايب الدراسة وسايب حاجات كتير تانية طبعا فأنتي بتدوري على السبب من الخوف من الخسارة خايف عشان الممطش ده أنا عارف أنه أنا الأحسن فأنا ماينفعش أخصر عشان شكلي قدام الناس أسباب بتاعت الخوف عشان كده كل اللعيب ما بينفعش الحاجات تبقى جنرال كده لا هو كل اللعيب محتاج يفهم مشكلته كويس قوي ويبقى ويربيها وتبدأ يبقى تشتغلي على الكورب ليفز اللي عنده كده سنة بسنة كده المفاهيم اللي عنده دي تبدأ تتغير وبتبقى أكبر مشكلة للصراحة بتقابلني مع اللعيب أنه هو ساعات بيبقى عنده حالة دينايل كده إخفاء لفكرة أن أنا أصلا خايف أنا مش خايف لأنا تمام مزال فل ينزل المطش تلاقي الخوف كله طالع معا في الملعب بس بسمع كتير جدا أن اللعب أول ما بينزل الملعب بينسى كل حاجة مش شرط خالص في أوقات فعلا بينسى يعني في أوقات بيبقى أنا إحنا بنبقى من اعتبر ساعات البرشور والسترس اللي على اللعيب ده الضغط ده ساعات بيبقى يوسفل جد ده النوع من اللعيب اللي هو أنا داخل على حاجة مهمة فالأدرينالين يبدأ يطلع فأنا جاهز فأركز أكتر فلاقي أن الأداء بتاعي جوه الملعب أحسن بكتير في وقت من الأوقات بيبقى لا في حاجة وراء المطش ده وتفاجئي أن اللعيب بيلعب بحش جدا في الملعب ومش عارف يلعب خالص ومطلعش الأداء بتاعه ولما ترجعت تتكلمي معاه تعرفي أنه كان فيه فكرة معينة في دماغه هو معرفش يقولها لنفسه قصا ولا يتعامل معاها فبوزط له المطش كله فعشان كده بيبقاش فيه خسارة بقى بيبقى فيه احنا تعلمنا تعالى بقى إيه نشوفها نحل المشاكل دي إزاي ونحلها المرة اللي بعدها إن شاء الله إن شاء الله طيب احنا كده فهمنا يعني إيه سبورتس منتل كوتش أو كوتش للتأهيل النفسي للرياضيين اللي أراضي هم أساسا الرياضيين نيجي الجزء التاني الجزء التاني اللي هو أنا دلوقتي أم طبعا الأطفال احنا كلنا بنتمنى أنهم يلعبوا رياضة مع المدرسة لكن بنلاقي مثلا أن كل الولاد عايزين يلعبوا كورا وكل البنات عايز تلعب بالي و جنباز وممكن تكون دي مش حتته أنا إزاي يعرف إن ابني أو بنتي هو مؤهل لرياضة معينة في سن صغير طيب خلينا ناخد الموضوع من الأول خالص ناشي إحنا نبدأ مع أولادنا رياضة إمتى تمام ابدأوا في أي سن يعني أول ما تعرفوا تبدأوا 3 سنين 4 سنين 5 سنين الولاد بيبقى جاهز إنه هو يلعب رياضة بأبسط أشكاله طيب أبدأ معهم بإيه؟ يفضل جدا أننا نبدأ بالسباحة طيب سن مناسب بيتعلم فيها بسرعة وبتبقى لعبة مهمة عمتا على مدار حياته إنه هو يبقى كويس فيها وبتبدأ تبني جسمه طيب الستيبل بعدها على طول إن أنا أبدأ لعبه لعبة فردية ولعبة جماعية أي إن كان لعبة الجماعية دي طيب ليه أنا هعمل كده؟ أنا أبتزي بجماعية بتقول بفردية وجماعية لاتسي السباحة وهلعب معها أي حاجة تانية يبقى فيها مشاركة مشاركة فريق كورة بسكت هاندبول فولي أي حاجة أي حاجة فيها تيمز بتبقى مهمة بالنسبة له طيب إحنا هنعمل كل ده ليه عشان إحنا دلوقتي في السن الصغير ده لو أنا بتكلم في 4, 5, 6, 7 سنين مش التارجد بتاعنا إن هو يأخذ اللعبة وينطلق فيها ممكن يحصل ده بس هو بيبقى الأهم إن هو يبدأ ينمي مهاراته الشخصية لأن هي دي اللي هتفرق معي قوي لسه كان معي واحدة من اللعيبة مبارح بتتكلم معي في فكرة هي الدكتورة ولعيب التنس قوي جدا وبتتكلم معي في إن هي عندها أسبوع الجاي امتحانات وصحابها كلهم مش بيخرجوا وهي مش فهمهم مش بيخرجوا ليه أنا بوضب بوضب وقتي كويس قوي بروح أتمرن وكمان عايز أخرجه فهي مش فهم إزاي المجتمع اللي بره الرياضة ده مش عارف يزبط وقته حاقتين يه بتعمل 3-4-5 حاجات وماشاء الله ففي وقت من الأوقات أنا لازم المهم قوي إن أنا أركز إن اللعيب يتنمى مهاراته فأنا لغاية السن الصغير ده 4-6-7-8 سنين مش مهم اللعيب الولد ده أو البنت هيركس فانهي لعبة على قد ما مهم إن أنا أفهمه إن الرياضة دي جزء من حياتنا إحنا هناخد في اللعبة على الأقل ستة شهور والسباحة طبعا نطول فيها أكتر من كده شوية هناخد ستة شهور قبل ما تقولي نغير اللعبة هنلعب فيها فترة وشوية وبعد كده حسن أنت مش حبيبها أو يعني عايز تغير تعال نغير بنسبة كبيرة اللعيب ما بيتأثرش باللعب على قد ما بيتأثر بالمدرب والإنفيروم إنت اللي حوالين اللعب الصحاب الصحاب اللي موجودين المكان اللي موجود بيأثروا بشكل كبير بس كمان المدرب مش بيتأثر بالطفل غير لما بيكون الطفل بيزبط نفسه وزي حاجة معروفة ممكن تكون بيبان أكتر في الألعاب الفردية بس في الألعاب الجماعية المدرب لو بيتعامل مع الولاد كويس هو هيحب كل مرة نروح التمرين فهو ده المطلوب هو مطلوب في السن الصغر إنه هو يحب هيبدأ بعد سن 7-8 سنين أو سن ممكن فوات سن 6-7 سنين يبدأ الولد يبان أكتر هو ميل للألعاب الفردية والألعاب الجماعية أبدأ أغير وأجرب لو هو حبب بس برضو أسيبه يلعب في اللعبة شوية يعني أسيبه يوقض في اللعبة لو هو خلاص مبسوط في الكرة يكمل لو هو بينجح في الكرة يكمل إحنا سعاد بنبوش لأولادنا لأنهم يلعبوا حاجة معينة عشان إحنا عايزينها مش عشان هم عايزينها أنا مش ده مش ده أصحى حاجة بس سعاد بتنفع يعني يعني أنا بشوف أمات كثيرة جيدة مثلا تقول إيه أنا عايزة مثلا ابني يلعب تنس زي أو أنا عايزة ابني يلعب كرة زي بابا أو أنا عايزة وفعلا من كتر ما هم بيودهم التمارين ومن كتر ما هم بيبتدوا يحبوا الرياضة بصي وبيبتدوا ينجحوا فيها كمان ممكن بصي بينجحوا فيها غالبا بينجحوا فيها ماشي بس بيبقى قدامي قدامي مثالين قدامي مثال إن الولد إحنا قسنا فعلا أو البنت إن هي حبة اللعبة وقدامي أمثالة تانية الأولاد وبنات هم بيلعبوا اللعبة عشان هم نكحوا فيها بس هم فعلا مش قادرين يوصلوا للحتة اللي هم عايزين يوصلولها بعد كده لأن هم مش حبين اللعبة بالشكل ده لأن كان عليهم ضغوط إن أنت لازم تلعب دي أنا نزله في اللعبة اللي هم بيحبوها أو اللي هو شايفها أو اللي بابا بيلعبها أو الأم طبعا ما فيش مشكلة خالص بس المهم أتابع بعد كده إن هو بيحب اللعبة دي لو هو بدأ يحبها وبدأ تقول له طب تعال نغير اللعبة يقول لي لا تمام إحنا كده ماشيين كويس قوي خلاص كمل فيها سواء لعبة جمعية أو لعبة فردية طب سؤالين عايزة منك رد فيهم لو الطفل مصر على رياضة معينة وهو مش شاطر فيها نعمل إيه خليه يلعب فيها ما فيش مشكلة لأن هي كده كده مهاراته لو لسه سنه صغير وحطي جنبها لعبة تانية قولي له إحنا هنلعب دي وهنلعب دي عشان كده بيقولك دي فكرة اللعبة الفردية واللعبة الجماعية هنلعب دي وهنلعب دي عشان هو يلاقي بلان بي بصبعا وإحنا برضو يعني في مدارس وفي دروس وفي حاجات زي نلعب لعبتين دي حاجة صعبة جدا يعني أنت كتلسة بتتكلم عالتايم منجمت لكن البنت بتروح التمرين وبتخرج مع صحابها وبتروح مدرساتها وجمعيتها لكن الطفل التاني الصغير بين هو لازم يتغدى ولازم يروح المدرسة ولازم يرجع ياخد درس ولازم يروح التمرين يعني أجيب وقت من فين التمرينين بصي وكل تمرين يومين وتلاتة في الأسبوع ما أنا بقولك لو قدرت تقلي ليله أيام التمرين قلي ليله يعني النهاردة أنا عايزه يلعب هو عايز يلعب كورة وأنا عايز يلعب مثلا سباحة أو عايز يلعب كاراتية خلاص خلاص أنا الكورة بدل ما أنا هوديه ثلاثة أيام أنا هتكلم مع المكان اللي هناك أنا هجيبك يومين بس هديك بتلعب الكورة ما فيش مشكلة لو أنت شايف أنه هو مقاوماته حتى الجثمانية ولعبه مش هيوصل خد يبالك ساعات كتيرة اللعيب ما بيبانش أو الولاد ما بيبانش في السن الصغير ده خالص يعني ممكن أنه هو إيه يعني عنده البوادر بتاعته فقال ليلي الوقت بتاع اللعبة ما فيش مشكلة بحيث يشارك في حاجة تانية أصلا أنت البديل لو شلتي من الحاجة اللي هو بيحبها هو هيبقى رايح كل مرة التمرين بتاع اللعبة التانية ما هتلاقي لوحده بدأ يقل لي من دي لأنه هو هتبدأ الناس تدعمه أكتر هتبدأ الناس تقول له كلام حلو هيبدأ ياخد كونفدنس أكتر وثقة أكتر في نفسه فهتلاقي لوحده وبدأ يميل للحاجة التانية طالما هو بدأ ينجح فيها وبقى هيبدأ يحبها تدريجيا وفي نفس الوقت التانية دي ما وجودة جنبه خلاص يعني أنا عارف أن القصة صعبة جدا للهالي وكل حد وكل كيس مختلفة بالضبط طيب أنا أخد منك نصيحة دلوقتي لكل الأمهات الولادهم مش عايزين أصلا يلعبوا رياضة إزاي أحبب الطفل من هو في سن صغير أن هو يمارس رياضة طيب أنا هنا والله بقول للأهالي يعني أنتوا أنتوا وديتوا الولاد المدرسة هم بيحبوها بتبقى الإجابة؟ لا إحنا ودينا المدرسة عشان هو لازم يروح للمدرسة والولاد فهم أنه لازم يروح للمدرسة حبيبها أو مش حبيبها الرياضة لازم نبدأ نتعامل معها نفس التعامل ده اللي هي هي جزء من الحياة إحنا نغير اللعبة نغير المكان نغير المدربين نغير النادي نغير أي حاجة بس أنت لازم هتبقى بتلعب رياضة زيها زي الدراسة فلو الأهالي مقتنع أصلا بالفكرة هتلاقيهم هم لوحدهم قادرين يوجدوا الوقت وقادرين يحطوا مجهود في الموضوع ده بتفرق بتفرق جتير جدا في مهاراتهم بتفرق جتير جدا دلوقتي في الطاقة بتاعت الولاد الصغارين ما بقتش طبيعية لازم تفرغيها يا إما أنت اللي هتتعبيك أم في الأحي صح فأنا شايف هي ما بتتحسبش كده بتتحسب بارد من الالتزام إحنا عندنا رياضة لازم بنابقى نلعبها تعال نختار تعال نغير تعال نلعب الدراسات عامتا في العالم بتتكلم أن من سن 14 ل 17 75% من الرياضين بيوقفهم لكو في تايم ماشي عندهم مشكلة وقت وي لكو في انتريست عندهم مشكلة في النهما آه ما بيتش حبابة وده طبيعي إن أنا اللعيب ممكن أنا بحاول أزقه بعد سن 14 15 16 وده أهم سن إن الواحد يلعب في الرياضة فعشان كده لازم يبقى هو بيلعب لعبة بيحبها ما هو السن ده أنا زقيته وعنده 19 سنين بس هو عنده 14 17 سنة مش عارف أزقه فعشان كده أنا بحاول لو جد له الجو اللي هو يحبه ما بين إنه هو بينجح في اللعبة وما بين إنه هو بيحب اللعبة هو ده المعادلة فقبل كده لازم يبدأ يجرب ويلعب 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 ونزبط بقى إحنا الوقت بتاعنا هايسان بشكرك جدا على وجودك معي تنهاردة وقفتنا كتير قوي قوي ومصطلح على اللي انتقولنا من الأول واستفدنا قوي مرسي لوجودك معي شكرا جدا ليك وأنا بسوط يعني في أي وقت أنا موجود مرسي ربما يخلي